الخوارزمية هي على هذا الشكل كما ترونه أمامكم تبدأ الخوارزمية بابدأ سنقول في هذه الخوارزمية إذا كان المعدل أكثر أو يساوي 80 لدي خياران هنا أن يكون الجواب نعم أو أن يكون الجواب لا إذا كان الجواب نعم فأنا أريد أن أضع في الخلية C2 الإشارة ممتاز واللون أخضر كما ترون أمامكم أما الخيار الثاني إذا كان لا فأني أريد أن أضع إذا كان المعدل أقل من 50 هل هو نعم أم لا إذا كان نعم فأريد أن تكون الخلية C2 ضعيف ولون أحمر أما إذا كان لا فإن المعدل بين الثمانين والخمسون وبالتالي أريد أن يكون الخلية C2 الإشارة اللون أصفر والعلامة جيد ومن ثم ينتهي البرنامج هنا أولا سأقوم بوضع زر كما تعلمنا فيما مضى insert push button وسأضع الزر هنا وأسند إليه المايكرو الذي سأقوم الآن بعمله وشرحه لكم طبعا أقوم بتسميت الزر على أنه تقييم الضالب الآن لنذهب ونرى ما هو المايكرو الذي سنكتبه في هذا الزر طبعا أنا سوف أقوم قمت به من قائمة insert إضافة module وقمت بتسميت الموديول على سبيل المثال if close كما ترون هنا إذن هذا هو الموديول الذي أريد أن أقوم بكتابة فيه الكود إذن الكود هو على الشكل التالي أولا أريد أن أقوم بتعريف متغير المعدل وهذا المتغير سأسميه على سبيل المثال a هذا المتغير هو متغير عددي فقلت dim a as integer الأمر الثاني لدي متغير هو اسم الطالب فافترضت أن اسمه in وهو يجب أن يكون على شكل نص فقمت بتعريفه على أساس string بعد ذلك أريد أن تظهر رسالة ترحيب لي تقول مرحبا بك أدخل اسم الطالب كما تعلمنا أن الرسالة هي message books فكتبت message books ووضعت إشارتي التنصيص ووضعت الرسالة التي أريدها أن تظهر الأمر الآخر الآن أريد أن أدخل قيمة in قلنا نريد إدخالها عن طريق input books تفاعلي فنكتب in تساوي input books بعض الزملاء كتب بعد input books يساوي وهذا غير صحيح بعد input books تفتح قوسين هلاليات وضمن القوسين الهلاليات ماذا تريد أن يعطيك الـ input books كرسالة إدخال أنا أريد ما هو اسم الطالب فوضعت هذا من إشارتي تنصيص الآن أريد في الخلية A2 أن تكون قيمتها قيمة المتغير in إذن بعد أن تقوم أنت بإدخال قيمة أو تقوم بإدخال اسم الطالب في input books وتحفظ في المتغير in سوف تسند للخلية A2 قيمة المتغير in فبذلك سيكتب في الخلية A2 اسم الطالب بعد ذلك لكي تحصل على المعدل أيضاً input books آخر قوسين هلاليات وإشارتي تنصيص سؤال ما هو المعدل الآن في الخلية B2 ستضع قيمة المعدل الذي حصلت عليه وخزنته في المتغير A فتكتب range B2.value تساوي A بعد ذلك أنت الآن تريد أن تدخل في حلقة F إذا كانت المعدل الذي أسميته A أكبر أو يساوي الثمانين then دائماً if تبدأ بشرط وتنتهي بthen نريد أن يقوم بفعل ما يلي على الخلية C2 نريده أن يكتب أن يقوم بتغيرين لكي لا أقوم بكتابة range C2 مرتين فتحت عبارة with فأقول with range C2 الأمر الأول قيمتها ممتاز فوضعت ممتاز ضمن إشارتي التنصيص الأمر الثاني أريد interior.color أن تكون VB Green طبعاً هنا أريد أن يلونها باللون الأخضر انظر هنا أنني استخدمت VB Green بدلاً من أن أكتب رقم اللون الأخضر الذي هو 65000 وكذا كذا الشفرة اللونية التي أضفتها ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة أيضاً من أجل تعريف الألوان بعد ذلك end with قفلت حلقة with هذا هو الشرط الأول بعد ذلك سيكون الشرط الثاني else if طبعاً أنا تركت لكم في الدرس الماضي لم أذكر أنكم يمكن استخدام else مع if بشكل مباشر الزملاء بعضهم وضع else ومن ثم أدخل تعليمة if وهو أمر جائز لكنه سيتسبب أنه سيصبح لديك أكثر من end if في نهاية البرنامج وأنت تحاول أن تكتب الكود أو البرنامج بأقل عدد من الأسطر لكي لا يصبح ثقال في البرنامج إذن استخدمت هنا else if إذا كانت a المعدل أقل من خمسين then بنفس الطريقة تماماً with وend with أريد أن يجري على السي 2 قيمتها ضعيف كنص بين إشارتين تنصيص ولونها be be read اللون الأحمر بقي لدينا الشرط الثالث وهو وإلا أي إذا لم يكن ثمانين أكبر من ثمانين ولم يكن أصغر من خمسين فإني أريد أن تجري بwith على الخلية سي 2 قيمتها جيد ضمن إشارتين تنصيص واللون هو اللون الأصفر نغلق حلقة with وأيضاً حلقة if بهذا الشكل تكون قد أنجزت المثال الذي تكلمنا عنه وطلبناه منكم كتطبيق لنشاهد النتيجة سأضغط على زر تقييم الطالب تلاحظ قال مرحباً بك أدخل اسم الطالب نقول موافق يقول ما هو اسم الطالب أقول اسم الطالب أحمد enter يقول ما هو معدل الطالب أقول 90 enter لون الخلية باللون الأخضر كما تشاهد وكتب أحمد و90 إذا أردت أن تقوم بإدخال طالب آخر تقول تقييم الطالب يقول مرحباً بك أدخل اسم الطالب نقول سمير مثلاً والعلامة هي 45 يعطي ضعيف واللون الأحمر طالب آخر جهاد وعلامته 65 نشاهد أنه جيد ولون أصفر إذن بهذا الشكل نكون قد أنجزنا المثال الذي تكلمنا عنه كان مطلوب منك أن تقوم بإعداد الخوارزمية وأيضاً أن تقوم بعمل هذا الكود البسيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر